نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية تأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات بما يسهم في توطيد أواصل العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية وكذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل الرياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية هي بطولة كبيرة جدا بطولة عسكرية وبطولة نشين دولية وبطولة جمهورية وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية في منشآت كبيرة جدا تمت وأنا سعيد أن نحن جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفروسية في جمهورية مصر العربية تأتي أهمية البطولة هذه بعد فترة طويلة ما عملنا رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين المشاركين في بطولة أو حنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورية مصر قوية جدا مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله وفرصاننا عندهم خبرات لذلك حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرصان وحتى الفكر الرياضي بشكل عام ترجمة نانسي قنقر